أوضح محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوجة الدكتور عبدالله الشهري أن فواتير الكهرباء التي كانت تصدر في السابق بقيمة أقل من 300 ريال لن يحصل عليها تغيير وأن زيادة سوف تكون تدريجية حسب الاستخدام شرائح الاستهلاك الدنيا إلى حدود 4000 كيلوات ساعة أي الفواتير التي تقل عن 300 ريال لم تتغير ولن يحصل على تغيير الفواتير التي أكثر من 300 ريال أي يكون الاستهلاك أكثر من 4000 كيلوات ساعة سوف يكون عليها تعثير لكنه أيضا تعثير متدرج الشرائح الدنيا تأثير عليها قليل الشرائح العليا بيكون التأثير عليها أكبر قليلا لكنه الهدف منه أنه تشجيع ترشيد الاستهلاك وأضاف أن العجزة في صناعة الكهرباء بالمملكة يقدر بقيمة 10 مليارات ريال سنويا كانوا أن زيادة في التعرفة لبعض الشرائح سيساعد في تغطية التكاليف الإنتاج الحديثة عجز صناعة الكهرباء نقدر الآن في الهائة بحوالي 10 مليار سنويا والعجز هذا لازال قائم لأنه كما ذكرت الزيادة في الدخل من التعرفة الحالية يغطي فقط الزيادة في تكاليف الوقود الحديثة وبقية التكاليف السابقة لازالت قائمة وسوف يكون هناك عمل دراسات جدية لتغطية هذا العجز في المستقبل